السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الكورة على أصولها مع أحمد أمين حلقة النهاردة عنوانها ارحموا الزمالك يرحمكم من في السماء بجد يعني بجد بجد إذا لم تستحي فاصنع ما شئت في الوقواق إذا لم تستحي فاصنع ما شئت وفي الوقواق إذا لم تستحي فقل ما شئت الموضوع بجد يعني بقى فجر وعهر علني علني فهمي رسمي نظمي علني حاجة في منتهى البجاحة والبزاقة ومن كل الأطراف أنا نفس أفهم يعني حتى ما فيش شوية من الكسوف أو حمرة الخجل كل الناس في العالم كله على فكرة والله بقينا في العالم كله معروف إن الوقواق هي دولة النادي الواحد أو القب الواحد نادي مصر ما فقط لا غير ولا شيء غير نادي مصر ونادي مصر فوق الجميع وفوق الدولة وفوق الحكومة وفوق الدستور فوق القوانين واللوائح والأنظمة والمؤسسات وكلام نادي مصر يمشي على أي حد كلنا عارفين كده والعالم كله عارف كده كمان بس حتى خلوا يعني خلوا في شوية يعني أعملوا حتى شو يعني معروف إن الزمالك خلاص هو ده النادي العدو النادي الدخيل اللي هو لازم ياخد على دماغه ولازم يطلع يضرب ويطلع الكمبارس ولازم ياخد التاني وكل عشر سنين ترميله بطولة عشان تثبت إن انت فير وإن فيه منافسة حقيقية ومنافسة شريفة إنها ما الموضوع صراحة زاد عن حده وبقى قرف بأزبالة وحقارة ودناء بجد يعني إيه لي بيحصل ده الزمالك مفيش فيه فلوس تمام مجلس خلاص كل الناس تطلع كل الميديا والسوشيال ميديا والبلد كلها الزمالك نادي فاشل ومجلس إدارة فاشل عاجز إنه يدبر موارد مالية فمش عارف يجيب صفقات فعشان كده السبب إن الزمالك ضعيف إنما نادي مصر نادي جامد وإدارة رهيبة بيضربوا الأرض تطلع دهب بمجهودهم وبعبقريتهم عبقريت محمود السعادي ونجالته العبقرة اللي هما طلعت حرب الناس الاقتصاديين الجامدين قوي دول ما فيش حاجة خالص ما فيش عرجاني ولا وكلت الله حرام للإعلان ولا المتحدة ولا قبل كده مش حارف سينيرجي ولا ياسين منصور ولا شوال الرز ولا 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 نادي نقول إيه ولا شركات المحمول ولا شركات المياه الغازية ولا شركات السيارات ولا ولا يا جدعان تزدقوا بالله النادي ده لو في أي دولة في العالم كان زمانه يعني يعني خد جميع البطولات في العالم كان زمانه كان جمانه كسب الأرجنتين منتخب الأرجنتين ومنتخب أسبانيا مثلا أخو منتخبات دلوقتي في الرانكينج بتاع الفيفا على الناحية التانية الزمالك الزمالك سدت ديون قد إيه من المجلس الموجود ده وأنا مختلف معهم في حاجات كتير جدا وكلكم عارفين يعني زي الانتحاب وزي تكملة الدوري وزي حاجات كتير جدا وزي تفكيرهم إن هم يبيعوا زيزوا إنما سدد يسدد لحد دلوقتي مثلا حوالي تلتمائة مليون غرامات من مجلس المشاري المرتضى منصور ولو كل اللي احتراموا التقدير طب مين بيساعد الزمالك مين بيمول مين فيه رجال أعمال حتى حتى اللي موجود جوه المجلس زي يهاني برزي وزي حسين السيد وزي حسين لبيب وزي أحمد سليمان وزي الناس دي كلها مين زي يهاني شكري حتى الأستاذ مامدوه حباس رفع يده مفيش نادي معندوش حاجة ومع ذلك لما جاب صفقتين في ليه يا راجل يا مؤمن في ليه ما دفعش يوم ولا مليم طلع على طول الناس بتتكلم كله القيعي عدلي القيعي وبالمعاطي زكي وعلى أصادق ووي 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 جبته الملايين الدولارات منين انتو مش لقيين تاكله الدولة اللي بتديكو ولا قروض ولا جبته فلوس منين ولا فلوس الغلابة ولا أموال الغلابة إنما نادي مصر اللي بيدفع مليارات الدولارات ولا يورو هات في بلد مش لقيها دولار ولا يورو مش عارف فتجيب أدوية وأكل للناس الغلابة حلو وجميل حلو وجميل وكله فرحان ويسقف برافو برافو يا حزاعاتي برافو كله زي الفل أشرف بن شارقي وزي الزيزو هيضمره قط اللبس في الزمالك إنما علي معلول وبرسيتاو وأشرف داري داري رموشك عني وداري ويحيي عطيها طلاء والناس دي كلها ومودست عادي جدا ياخدوا ملايين مش هيضمروا قط اللبس ولا حاجة ولا كل الفلوس دي هتتاخد من من قط الغلبان المطل الغلبان المطحول كل حاجة بيعملها نادي مصر بيبو بيبو الله يا خطيب وأي حاجة بيعملها الزمالك حرام وعيب وفين وازاي عايزين نقوم نادي الزمالك يا رجل يا مؤمن حتى حتى الزمالك يجي ياخد اي لاعب واقواقي بقى مش محترف من اي نادي ميت مليون يروح له نادي مصر يقول له عشرة مليون من قصتهم لك والرغبة اللعبة تبقى نادي الزمالك زي عمر الساعة اخيرهم عمر الساعة بتاع اسماعيلي طب بلاش نادي مصر ده يا رجل يا مؤمن يروح مثلا ان الزمالك يطلب لعيب من فارقه يقول له خمسين مليون يجي له زد يقول له عشرة مليون يا رجل ده ايه ده كل المنظومة بتكره الزمالك وبتحاربه ليه ليه عمل لكم ايه الزمالك ده هو ده نادي غلبان وراضي بقليل وراضي بالكمبارس وجماهيره يعيني خضعة وخنعة وعملها تتفرج وتاكل على افاها وصبرة وبتقول لك هنشجع احنا عشق الكيان ومعا الى الابد والكلام اللي هم بيأكلش ايش ده وطولهم مئة الف مرة قطعوا والله ما هينفع معهم غير النوم ايه عموا من النوم في يوم يلو جبال الزمالك ثابت الكورة خالص او ثابت الحكشة في الوقواق وبتالي تشجع الزمالك وقلت لهم جربوا سنة والله يا زمالكوية والله العظيم ما هيفقهم غير كده ان ساعتها كل حاجة هتبوز منه حتى بيرامدز اللي هما زرعوه عايزين يخلوه ياخد بكان الزمالك ده مش هيعرف يعمل الكلام ده برضو بيرامدز برضو اي صفقة يخد فيها الزمالك يقوم داخل على طول وراء بيشوف هو الزمالك عايز مين كان الاول نادي مصر ياخد لعيب الزمالك عايز لعيب نادي مصر يدور عليه ومش عايزه بس اهم حاجة ان هو اه مش هيقويني بس ما يقوش غيري بقى بيرامدز هو كمان نفس القصة يا راجل ده بيرامدز خده لاعب ده في مدين الاربع قدامه وثلاثين مليون مين ده؟ مين اللعب ده؟ مش عارف اسمه ايه كده؟ افريقي باين ليه؟ وكان عشان الزمالك طلبه خد سيف فاروق جعفر وخد يوسف قسامة النبي عمل بهم ايه؟ ليه؟ ايه بيرامدز ويقول لك ده بيرامدز ده ما حطوط جاي عشان نادي مصر عشان يعاند نادي مصر وفي حد في حد بيبهد للزمالك جد بيرامدز دول كل لعب الزمالك يحوزوا يخشوا عليه؟ في ايه جدعان ومش محتاجينه برضو ايه جدعان اللي بيحصل ده؟ انا عايزين امن الزمالك يا اخي ارحموا الزمالك يا اخي ارحموا الزمالك ارحمكم من في الزمالك سيبوا الزمالك في حاله يا جدعان سيبوه وراضي بقليله وبيجيب اللعبة الفري وبيقصط وبيستلف وبيعمل جمعيات وبياخد قروض سيبوه سيبوه ماشي جنب الحيط فرع واحد النادي تاني عنده اربع فروعه داخل في الخامس والسادس والسابع وفلوس لطائل لهم محدش بيحسبه محدش بيقول له انت جبت منين ولا بتصرف في ايه؟ الارجاني ده مين؟ مين الارجاني فلوسه جاء منين وراحة فين؟ محدش يفتح بقه فوق الجميع النادي مصر فوق الجميع انما الزمالك لا 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 الزمالك ده هيضمر اقتصاد لدولة هتأخذ بقه ده هيبيعنا الهرم يا جدعان يا جدعان للدرجة دي هنوصل لحد ده فين يعني؟ عايزين نمي الزمالك وجميع الزمالك بجد والله بجد اقولت لكم والله يخلوه يروح يلعب في السودان في الدول السوداني اقول ليبي حاجة جنبنا او صفوا النادي خالص او يلغوا نشاط الحكشة فيه بلاش حكشة في الزمالك خلوه بس فيه العاب تانية جايز ده يريحكوا يخليكوا تسيبوا الزمالك في حاله حسبنا الله ونعم الوكيل واللهم عليك بالظلمين واخرنا من بينهم سالمين ودولة الظلم ساعة ودولة العدل كل ساعة وإلى قيام الساعة وليعلم الذين ظلموا أي مقلب ان ينقلبوه ولابد من يوم محطوم تتردي فيه المظالم أبيض على كل مظلوم وسود على كل ظالم اللهم قد بلغت اللهم فشه اللي يعجبه في الفيديو فضلا وليس أمرا لايك وشير اللي مش مشترك في القناة فضلا وليس أمرا نشترك في القناة وفعل جراز التنبات ليصل لكل جديد في النهاية السلام ختام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته